اشتركوا في القناة الظروف اللي عايشها العالم كله المتمثل في وباء كورونا اليوم انتعشت ألعاب القوى وكانت نتائج جد إيجابية وكانت تنافس متمر بعد إقصائيات طويلة من طرف مجموعة ديال الأندية اللي تأهلت 12 والفوز كان من نصيب الفتح الرياضي يعني اللي حصل على كأس العرش وحصل على التونائية حصل الأمس على الكأس الناشئين واليوم كأس العرش وكانت نتائج متميرة وحضور متميز فريق اتحاد الفتح الرياضي بسطة سيطرته على لقب كأس العرش بعد إحرازه يوم السبت للقب الناشئين والناشئات فاز يوم الأحد بلقب الشبان والكبار ذكورا وإناثا بعدما جمع 19.587 نقطة متقدما على فريق الجيش الملكي الذي حل في المركز الثاني بما مجموعه 17.695 نقطة ونادي أتلسيك الرباطة بما مجموعه 15.100 نقطة نجد فريحة اليوم بهذه النتيجة والتي جاءت على مجودات كبيرة سواء من طرف العدائين من طرف الأطور وعلى الخصوص المكسي المديري الذي يدعمنا بزاف والحمد لله وصلنا لديك مجودات لا يوجد هكذا مبتورة اليوم كان السباق جيد كانت منافسة قوية مع العدائين ولكن استطعت أنني نفارد بالصباق من البداية إلى الأخير واحتلت الرجبة الأولى وفي استبلقها بكأس الحرش هذا الفوز لم يكن سهل كان بحثة ذالي بصعيبة مع المدربين وكان شكر المدربات التي نريني عندهم والمدربين لدينا جيش الملكي وكان لدي الفوز جيش الملكي وشكرا نسخة هذه السنة عرفت مشاركة 12 فريقا يمثلون عصب الرباط سلازمور والشاوية وارديغة والدار البيضاء الكبرى ومكناست في لهلتة وفاس بولمان والشرق ودكال عبداء تباروا في 11 مسابقة كانت السيطرة فيها لعدائي فريق اتحاد الفتح الرياضي برغم المنافسة القوية من قبل عدائي وعداءات الجيش الملكي تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا